ساعة العقوبات الأمريكية دقت من جديد مستهدفة إيران بمهجب عملية سناب باك والتي تنص على إعادة فرض كل العقوبات دون أن تخشى استخدام أي دولة حق النقض الفيتو سناب باك ستلزم إيران تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة بما في ذلك البحث والتطوير وحضر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية كما ستعيد فرض حضر شراء الأسلحة وتطوير صواريخ باليستية قادرة على إيصال أسلحة النووية وتستهدف عشرات الأفراد والكينات في إيران إلى جانب حث الدول على فحص الشحنات من وإلى إيران والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة إقف نشر الفوضى والإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة شروط تحدث عنها بومبيو في بيان إعلانه تفعيل سناب باك مؤكدا مواصلة حملة الضغط القصوى على النظام الإيراني مصادر في البيت الأبيض كشفت عن مخاطط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على أي شخص يخرق حضر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران الرد الإيراني كان على لسان وزير الخارجية محمد جواد ضريف الذي أكد أن تحرك الأمريكي لإعادة العقوبات الدولية مجرد دعاية ضمن حملة ترامب الانتخابية ولا تأثير حقيقيا لها في حين يرى سفير إيران في الأمم المتحدة مجيد روانجي أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي وقرارات مجلس الأمنة أربعون عاما من التوتر بين واشنطن وطهران لكن ما شهده العام الحالي هو الأعنف بين الجانبين حيث بدأ بمقتل قاسم سليماني مرورا بأقصى العقوبات فهل سينتهي بحرب شاملة؟